هي تفتكر الناس بتحب تتفرج على الفيديوهات الخاصة بالجريمة والأعمال الدرامية الخاصة بالجريمة هل فيها نوع من أنواع التشويق وأنه كمان الناس تعرف إزاي ده بيقع لأنه لأنه الناس متأكدة أن الشخص المجرم ده مش شخص طبيعي وما تخيلش أن فيه أي بني آدم يبقى فخور أنه له صديق مثلا كان بيقتل أو يعني أكيد فهو بالنسبة لك شخص غريب أنت متأكد أنه هو مش إنسان طبيعي أنه هو أنه أصلا أنك من جواك حاجة تحركك أنك ترتكب جريمة إنسان أي أن كان بل إنسان عمل فيك إيه؟ أنك ترتكب جريمة ده أكيد مش طبيعي أكيد إنسان مش طبيعي والناس بتحب تشوف الجزء كمان اللي له علاقة به أنها تتطعز يعني هي معظم الجرائم بتبقى عبارة عن إيه؟ غلطة يعني في قضية قديمة قوي بتاعت المهندسة الناس اللي هي متسمية مسبحة مدية نصر هي كانت سنة سبعة وتسعين صحيح أنا القضية دي بالنسبة لي كانت إيه النقطة اللي فيها اللي بنيت منها قصة هو ثقة الزوج في مجموعة من العمال دخلوا البيت يصلحوا حاجة فشافوه وهو بيطلب من مراته فلوس فدخلت تجيب الفلوس قدامهم من شنطه هي الحتة دي بس اللي حصل إنه هما شافوا الفلوس قرروا إنه هما هيسرقوا ويقتلوا عشان ياخدوا الفلوس دي وتحولت لمسبحة وتم إعدامهم على الهوى مباشرة الفكرة كلها إنك حتى لو دخلت حد بيتك وواصق فيه ما ينفعش إنه هو يعرف حاجة عن حياتك الخاصة أبدا إحنا في مصر هنا الناس عندها نوع كده من أنواع الأرياحية في التعامل والطمأنينة طبعا لما بنشوف فيديوهاتك حالة الطمأنينة دي بتروح خالص بتقتحي ببقى نفسي في بيجي لك الفيدباك ده الناس بتقولك إن إحنا بنخاف بنكتائب شوية لو شفنا الفيديوهات دي بالليل بصي هو أقول لك على حالي منتهي إنه ممكن يأثر عليك أنت نفسي هو مأثر علي في إيه؟ إنه خلاني أستوعب جدا هو ليه رجال الأمن في شكل عام بسهولة في أي قضايا بيشكوا في أي حد لأن حقيقة إنه بيشكوا في حد إحنا استحلا نشك فيه لا يمكن أنا أكتر القضايا اللي عملتها القصص المتهم فيها الرئيسي لا يمكن تشك فيه أحيانا كتير زيادة عرض القضايا بتزود الوعي عند الناس يعني قضية بني مزار بشهرتها دي كلها قضية معقدة جدا جدا معقدة جدا فيه جزئية صغيرة بنيت عليها جزء في القصة مهمة قوي فكرة إنه ثقافة الناس لما أشوف جريمة ما حاولش أدخل مصرح الجريمة ما بوزوش البلد كلها راح اللي حصل إنه التلات بيوت دول البلد كلها دخلت التلات بيوت فالمعمل الجنائي لما راح على المصرح الجريمة معرفش يرفع أي حاجة كمية بصمات غير طبيعية كل حاجة متحركة من مكانها أرجل وأثار أقدام كتيرة مش قادر يحدد هو مين ممكن غريب يكون دخل عكس قضية مثلا قضية قريبة واحدة اسمها نجلاء مشهورة باسم فتاة المول دي لما توفت جوه عيادة عشان الناس المتخصة كانوا ده كترة طلبوا من كل الناس يخرجوا قفلوا الباب لما الأمن وصل رفع البصمات بسهولة وصل لكل أدلة بسهولة تاني يوم أبضوا على الجناعة على طول فخلي حتى عندك ثقافة إنك لو لقيت لو لاحظت حاجة ما تلمسهاش ترجمة نانسي قنقر